إلى تونس حيث رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتأثير التضخم الذي بلغ معدلات قياسية على حياة المواطنين وقدرتهم على الإنفاق إلا أن عيد الأضحى لا يزال يحافظ على مكانته كواحد من أبرز المناسبات قدرة على تنشيط الحركة التجارية في البلاد لكن هذا العام يشهد عزوفاً عن شراء الأضاحي نظراً لتراجع المقدرة الشرائية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد ويسعى التونسيون بمختلف طبقاتهم إلى المحافظة على عادات العيد في حدها الأدنى بسبب الضائقة المالية التي تواجهها الأسر وارتفاع أسعار غالبية المواد الغذائية والخدمات المواطنة تعب من كل ما يقايز كل من غالية المعيشة من قلة مواطنة الشغل من أسباب الاقتصاد كل شيء كل شيء كتشوف أنت البشر ما عاشقال في تونس إنه بشي يوصل يقضي حاجياتي اليومي إن كل شيء يغليع يعني ترانسفور ما عيشة من كل مياه يعني مواطنة تعب تعبت تعبت العباد معاش فما أخوة 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 الأفهم فلوس لناس قادرة بش تعيد لناس قادرة بش تجري حتى الحم معاش قالتين عليه جملة كونبليت مو تاعبت أخوة إن شاء الله ربي معاها العباد وكهوه وذي كما نقوله سرتوف يظروف كيما العيدة ذي الكبير ثم مواطنين ليش خالطة بش تجري حتى ججيز مش الحم تنير غالي أباركرا والماء والضود والليقر هو شيء كبير عايش نجم والله فما طبقة تلحق فما طبقة ما تلحقش نحكيه على الطبقة الغنية ذيكة بيتبيعتهم عندهم شغل متوفر لاحقين يشروا عادي وعندهم مش حتى مشكل سينو فما طبقة الفقيراء اللي هي مم با تخدم دونك ما تخلطش انها بشتشري ولا بشتوفر برشا حاجات لمناقشة هذا الموضوع ينضم لنا من تونس عضو المكتب السياسي لحركة الشعب ووزير التجارة السابق السيد محمد المسليني أهلا بك معنا عبر شاشة الغد وكل عام وأنت بألف خير نصديفك اليوم سيد المسليني للحديث عن أجواء العيد ولكن من زاوية اقتصادية تعاني منها تونس على صعيد كبير جدا كيف تتابع هذا الملف كونك وزير سابق وأيضا لك باع طويل في متابعة الملف الاقتصادي التونسي أولا تحية لك ولكل متابعي القناة أشكرك وتمنى للجميع إضحى مبارك أهلا بك طبعا هناك دون شك المسألة واضحة للعيان أنه الاقتصاد التونسي يعاني منذ سنوات وأعتقد أنه دخل في نفق يمكن أن نسمي نفق مظلم منذ سنوات 2002-2003 تقريبا وهو يعاني إلى حد الآن نتيجة أيضا عوامل عديدة منها ما يتعلق بسوء إدارة البلاد طيلة المرحلة التي تلت الثورة ومنها تأثير جيحة كورونا طبعا وأيضا الأزمة العالمية الموجودة الآن والتي تأثرت بشكل كبير أثرت بشكل كبير في الاقتصاد التونسي نتيجة ارتباطه بالدورة الإقصادية العالمية ونتيجة أنه جزء كبير من استهلاكنا من المواد الطقية ومن الحبوب ومن الزيوت النباتية وغيرها يأتي عن طريق التوريد ومع تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الرئيسة فيصبح هذا وزر كبير جدا إضافة للأزمة المالية المتعلقة بعجز الميزانية والحاجة للتمويل المستمر واللجوء إلى التداين الذي يؤثر بشكل كبير جدا على إمكانيات الدولة في تحسين الخدمات أو استثمار في البنية التحتية أو استثمار في مشاريع انتاجية طبعا على ذلك هناك عوامل داخلية مهمة جدا وهو عدم قدرة الغياب لأرادة السياسية الحقيقية لمواجهة معضلات التضخم التي في تقديري تتجاوز بكثير الأرقام الرسمية المقدرة بـ 10 إلى 11% هي تتجاوز واقعيا أكثر لأن عملية احتساب الموضوع حسب السلة التي توضع فيها تجاوزها الزمن لأن السهلكات تغيرت الآن في المجتمع التونسي طبعا هذا يخلق نوعين يخلق تراجع الطبق الوسطى نحو الأسفل ووجود طبقة جديدة تستفيد من هذا الأوضاع من المحتكرين من الذين يصطدون هذه الفرص ودائما في الأزمات هناك هذه الظاهرة في كل التجارب العالمية من حولنا هذا هو الوضع الآن في الوضعية هذا الوضع وغياب الإرادة السياسية كما تذكر كيف أثر على فرحة التونسيين في هذا العيد عدم تمكنهم من شراء الأضاحي عدم تمكنهم من بشكل كبير جدا طبعا التزاور وما إلى ذلك يعني رصدنا عزوفا عن شراء الأضاحي في البلاد خلال هذا العيد لم يكن ذلك في السابق أولا لابد أن نؤكد نقطة هامة جدا نقطة الأولى أن مسألة العيد فها جانب عقدي الناس تعتقد أن هذه مسألة دينية يجب استعيي الاحترامها الجانب الثاني أن هذه الظاهرة نجدها في المدن الكبرى لأنه في المدن الصغر والأرياف عادة أغلب الناس تربي المواشي والحيوانات وتأخذ اعتبارها من بعيد حتى تكون جاهزة لهذه المناسبة الآن باعتبار أن المدن الكبرى فيها ظاهرة واضحة هذا نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين طبعا يتراجع الإقبال على الأضاحي وتلتجي أكثر الأسر إلى شراء اللحم شراء جزء بسيط من اللحم للاستهلاك اليومي استهلاك في يوم العيد أما مثل التزاور هذه التونسيون قليلية تزاور في عيد الأضحى يتزاورون أكثر في عيد الفطر أما في عيد الأضحى عادة ما يهتمون بمنازلهم وخاصة في اليوم الأول أعتقد أن مثل التزاور لا تتراجع الذي تراجع هو إقبال التونسيين على الذبح بالفهوم هذا نتيجة تراجع قدرتهم ونتيجة أيضا هناك إشكال آخر أن كثير من نسبة التدائن الأسري مرتفعة جدا نتيجة أن شريحة الطبق الوسطى التي كانت تمثل تقريبا 80% من المجتمع التونسي وتراجعت الآن تعاول كثيرا على التدائن من البنوك من أجل إتمام حاجياتها من أجل الوفاء بحاجياتها في الحياة اليومية وفي الدراسة في الترفيه في بعض الحالات بما في ذلك اللجوء للأضحى هذا طبعا تراجع ما في ذلك شك نتيجة غلاء أيضا حتى الأضحى خطة الحكومة التونسية للتعامل مع هذا الواقع التراجع في القدرة الشرائية ظهور طبقات جديدة في المجتمع التونسي هناك تعويل كبير جدا على صندوق النقد الدولي والمفاوضات المتعثرة الصندوق النقد الدولي يمكن أن يحل المشكلة المالية يعني يمكن أن هذا القرض بـ 1.9 مليار دولار على أربع سنوات يمكن أن يحل جزئيا عجل الميزانية الميزانية في حاجة إلى قرابة 5 مليار سنة دولار 2023 و2024 أيضا نفس الرقم على الأقل فلا يحل مشكلة الاقتصاد مشكلة الاقتصاد تحلها إجراءات إصلاحية في القطاعات الكثيرة ونحن تقريبا نعاني من 4-5 ملافات كبرى مسألة الطاقة، مسألة المياه، مسألة صحر الصناعي مسألة الفساد المتفشي وأيضا تراجع الانتاجية هذه مسألة لابد من معالجتها وكي يكون هناك معالجة لابد أن يكون هناك تشخيص دقيق لهذه المشكلات لابد أن يكون هناك إرادة لتصور الحلول وأيضا إرادة سياسية لإقناع الناس بأنه لابد الذهاب إلى حلول قد تكون في بعض الحالات مؤلمة للشعب بشكل عام أشكرك جزيل، الشكر سعيد كثيرا من الحديث معك عضو المكتب السياسي لحركة الشعب ووزير التجارة السابق السيد محمد المسليني كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر